اشتركوا في القناة وملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واشار سموه الى ان المؤشرات الاقتصادية ايجابية وتدعو للتفاؤل بمراحل اكثر نجاحا تنمويا من خلال تكاتف الجميع نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتطلعات المنشودة للمملكة لافتا الى دور غرفة تجارة وصناعة البحرين الفاعل في تمثيل كافة القطاعات الصناعية والتجارية واستمرار جهودها الفاعلة في التنمية مشددا سموه على اهمية مواصلة تنمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيس للاقتصاد جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة لدى استقبال سموه سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضاء مجلس الإدارة حيث هنأ سموه رئيس وعضاء مجلس إدارة الغرفة بفوزهم في الانتخابات التي جارت مؤخرا متمنيا لهم كل التوفيق والسداد كما تبادل سموه مع الجميع التهاني وتبركات بمناسبة شهر رمضان المبارك وأشار سموه إلى همية تعزيز خلق الفرص الاستثمارية وموصلة تطوير التشريعات التي تضيف المزيد من التسهيلات لممارسة الأعمال وتحسن الخدمات وقال سموه أن قنوات التواصل دائما مفتوحة أمام القطاع الخاص للتباحث بشأن ما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة لافتان إلى أن التعاون بين الجميع هو مفتاح النجاح وسر تجاوز أي تحدي وتحويله لفرص تطور وإنجاز مشيرا سموه في هذا السياق بالدور الفاعل والمحوري الذي اطلع به القطاع الخاص في مملكة البحرين ضمن الجهود الوطنية في التصدي لفيروس كورونا وثمن سموه دور غرفة تجارة وصناعة البحرين ولجانها في مواصلة تلبية احتياجات السوق المحلي من البضائع والحفاظ على أسعار السلع من خلال ما تقوم به من تنسيق مستمر مع القطاع التجاري من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يليه من حرص واهتمام لموصلة تعزيز دور القطاع الخاص ودعم جهود الغرفة من أجل تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن دعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه بدوام الصحة والسعادة ترجمة نانسي قنقر